امتحان باكالوريا في مادة التاريخ والجغرافيا بارد دورة 2022 أداب وفلسفة على الموضوع الأول مع التصحيح التاريخ الجزء الأول ستة نقاط إنه انتهى لازمة التورية دون غالب ومغلوب لم يقنع الولايات المتحدة الأمريكية ولا الاتحاد الصوفياتي بالتوقف عن الحرب الباردة بمختلف مناطق العالم لا سيما بعد هزيمة كل من فرنسا وبريطانيا في حرب 1956 ميلادي ضد ماس إذا أدى ذلك إلى ظهور نتاج مهمة على صعيد العلاقات الدولية تمثلت بإضمحلال دور القوى الدولية السابقة وبروز دور الولايات المتحدة والاتحاد الصوفياتي إذ تسابق كل منهما لمحاولة ملال فراغ الناتج عن هذا الوضع المرجع العالم المعاصر بين حربين من الحرب العالمية الأولى إلى الحرب الباردة من 1914 إلى غاية 1991 ميلادي موسى محمد أل طوريش صفحة 160 طبع 2009 المطلوب اشرح ما تحته خط في النص ثانيا أكمل الجدول التالي الحدث وتاريخه تأسيس حلف وارسو التاسع عشر مارس 1962 ميلادي تحتهم جدار بلين ثالثا على خريطة الجزائر التاريخية للمناطق العسترية المرفقة وقع الحدثين التاريخيين التاليين في منطقة وطوعهما مع ذكر اسم المنطقة الخاصة بكل حدث هجومات عشرون عود 1955 انعيقاد مؤتمر الصمام 1956 ميلادي الجزء الثاني أربعة نقاط اندلعت الثورة الجزائرية عام 1954 ميلادي وصلت ظروف إقليمية ودولية متعددة ورغم ردود فعل الاستعمال فرنسي العسكرية والسياسية للقضاء عليها عند اندلاعها إلى أنه فشل في مسعاه المطلوب انطلاقا من العبارة واعتمادا على ما درست ارتب مقالا تاريخيا تبين فيه أولا الظروف الدولية والإقليمية التي اندلعت فيها الثورة الجزائرية ثانيا ردود فعل الاستعمار السياسية والعسكرية للقضاء عليها عند اندلاعها الجغرافيا الجزء الأول ستة نقاط الدول المتقدمة تعتمد في تقدمها على الدول الفقيرة المنتجة غالبا للمواد الأولية اللازمة للصناعة كما أنها في نفس الورد تعد الأسواق الرئيسية المستهلتة لصناعة الدول المتقدمة ولذلك تتسعد دول النامية لفرض بعض الرسوم الجمهورية على الواردات الأجنبية لحماية منتجاتها المحلية المرجع جغرافية الصناعة دكتور علي أحمد هارون صفحة ستة وستون دار الفتحة العربية الطبع الأولى الفين واثنان المطلوب اشرح ما تحته خط في النص ثانياً إليت جدولاً يمثل أكبر البلدان المستهلتة للغاز الطبيعي بين سنتين 2020 و2021 الوحدة مليار متر متعب المطلوب ألف مثل المعطيات الإحصائية الواردة في الجدول بعمدة بيانية بمقياس واحد سنتيمتر لكل مئة مليار متر متعب واحد سنتيمتر لكل عمود متعب با علق على الرسم البياني الجزء الثاني أربعة نقاط يتمتع الاتحاد الأوروبي بواجهة بحرية شمالية وغربية همى ساهمت إلى جانب سياسة التكتل التي انتاجها في احتلاله مكانة ارتصادية عالمية المطلوب انطلاقاً من العبارة واعتماداً على ما درست ارتب مقالاً جغرافياً تبين فيه أولاً مساهمة الواجهة البحرية الشمالية والغربية في الارتصاد الأوروبي تانياً أهمية سياسة التكتل في تطور الاتحاد الأوروبي ارتصادياً نتطرق الآن للإيجابة النموذجية أي الحل التاريخ الجزء الأول أولاً شرح ما تحته خط في النص الأزمة التورية حرب أهلية وأزمة من أزمات الحرب الباردة 1950 إلى غاية 1953 ميلادي انتهت دون غالب ومغلوب مما أدى إلى تقسيم توريا إلى دولتين عند خط 38 درجة شمالاً وتوريا الجنوبية الرسمالية وتوريا الشمالية الشيوعية العلاقات الدولية مختلف المبادئ والضوابط والروابط السياسية والعسكرية والاقتصادية التي يتم بموجبها تنظيم العلاقات بين الدول وتنظيمها المعاهدات والاتفاقيات والمنظمات الدولية ملأ الفراغ سياسة بنتها الولايات المتحدة الأمريكية في أهد زنهاور خلال الحرب الباردة لمنع المد الشيوع وتراجع الاستعمار التقليدي فرنسا وبريطانيا بمستعمراتها في الشرق الأوسط فيتنام أو يرصد به تعويض التواجد العسري للاستعمار التقليدي بالعديد من مناطق العالم أثناء الحرب الباردة بتواجد أمريكيا والصوفياتي ثانيا اكمال الجدول التالي الحدث وتاريخه تأسيس حلف فارسو في الرابع عشر مايه الف وتسعمائة وخمسة وخمسون ميلادي سريان وطف إطلاط النار عيد النص التاسع عشر مارس الف وتسعمائة واثنان وستون ميلادي تحتين جدار بلين في التاسع من الشهر الحادي عشر الف وتسعمائة وتسعمائة وثمانون ميلادي ثالثا التوقيع على خريطة الجزائر التاريخية الحدثين العنوان والمفتاح التوقيع والإنجاز ذكر اسم المنطقتين الجزء الثاني مقدمة الثورة الجزائرية بين ظروف اندلائها ورد فعل الاستعمار الفرنسي تقبل كل مقدمة وظيفية اولا الظروف الدولية والإقليمية التي اندلعت فيها الثورة الجزائرية ألف الدولية انتشار موجة التحرر في العالم انهيزان فرنسا في معاقة الديان بيان فو في الفيتنام عام 1954 ميلادي ظهور هيئة الأمم المتحدة ودعوتها لحق الشعوب في تطهير مصيرها وانفراج العلاقات الدولية با الإقليمية انتصار الثورة المصرية عام 1952 ميلادي ودعمها لثورة الجزائر اندلاء الثورة في تونس والمغرب واستقلال بعض الدول مثل سوريا ولبنان عام 1946 ميلادي ظهور جماعة الدول العربية ودعم حركات التحرر في الوطن العربي ثانيا ردود فعل الاستعمار الفرنسي السياسية والعسكرية للقضاء عليها عند اندلاعها ألف السياسية حل حركة الانتصال للحريات الديمقراطية قيام بحملة اعتقالات واسعة والتعتيم الإعلامي الدعاية المغرضة واعتبار الثوار متمردين وعملاء من الخارج تقبل كل الإجابات الصحيحة الأخرى با العسكرية محاصرة منطقة الأوراس أستريا توزيع الأسلحة للمعمرين رفع عدد الجيش الفرنسي خاتمة رغم إجراءة الاستعمال الفرنسي لأن الثورة الجزائرية نجحت في انطلاقتها الجغرافيا الجزء الأول أولا شرح ما تحته خطف النص الدول المتقدمة مجموعة الدول التي تعرف تطورا ارتصاديا تبيرا تتحكم في الارتصاد العالمي انتاجا وتسويقا وفي رؤوس الأموال يطع معظمها في شمال الكرة الأرضية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الاتحاد الأوروبي والدول آسيا المواد الأولية مواد خام معدنية طاقوية ونباتية تستخدم في النشاط الصناعي ولا يمكن استهلاتها إلا بعد تحويلها إلى مواد مصنعة الأسوار الفضاءات التي يتم فيها تبادل السرع والخدمات بين الدول في شرص صادرات وواردات أو الدول المتخلفة التي يتم فيها تصريف المواد المصنعة مطابل تصديرها للمواد الأولية ثانيا ألف تمثيل المعطاية الإحصائية الوائدة في الجدول والتي تمثل أطبال البلدان المستهلتة للغاز الطبيعي بين عامي 2020 و2021 بعمدة بيانية الإنجاز والعنوان والمقياس والمفتاح با التعليق على الرسم البياني أعمدة بيانية تمثل أطبال البلدان المستهلتة للغاز الطبيعي بين عامي 2020 و2021 تباين تنمية استهلات الغاز الطبيعي بين الدول الواردة في الجدول هيمنة الدول المتقدمة على استهلات الغاز الطبيعي خمسة دول من مجموعة جي سبعة زائد روسيا ضخامة تنمية استهلات الولايات المتحدة الأمريكية أرسل من باقي دول جي سبعة مجتمعة تنمي قوة الصين الصناعية وضخامة استهلاتها للغاز الطبيعي الجزء الثاني مطدمة دور الواجهة البحرية والسياسة التتتل في تحقيق المتانة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي أولا مساهمة الواجهة البحرية الشمالية والغربية في الاقتصاد الأوروبي رابطت بين بعض بلدان الاتحاد الأوروبي وبعض مدنه عبر نهر الرين جعلت الاتحاد الأوروبي منفتحا للعالم الخارجي تثرت الموانئ وفرت مواد أولية تطوية بحر الشمال وفرت مجالا واسعا للصيد أصبحت منطقة جذب سياحي تبير رابطت بين بلدانه وبعض مدنه عبر نهر الرين إلى مينا روتردام ثانيا أهمية سياسة التتتل في تطور الاتحاد الأوروبي اقتصاديا وضعت سياسة مشترطة في جميع المجالات حققت بها التتامل الارتصادي سهلت استغلال امتانيات المشترطة المتعددة وحدت جهود دولي في كل القطاعات وأزالت كل العراقين حولت الاتحاد الأوروبي إلى فضاء منفتح على العالم الخارجي طللت من الفروقات الارتصادية والاجتماعية بين بلدانه جعلت منه سورة استهلاتيا واسعا سورة الديمغرافي خاتمة إلى جانب الواجهة البحرية تانا لتتتل دور في التطور الارتصادي للاتحاد أعمد بيانية تمثل أطبار البلدان المستهلطة للغاز الطبيعي في العالم بين سنتين 2020 و2021 توقيع الحدثين التاريخيين على خريطة الجزائر التاريخية المفتاح هجومات 20 أوت 1955 ميلادي المنطقة الثانية الشامبال الارسنطيني ثانيا إنعطاد مؤتمر الصمام 20 أوت 1956 ميلادي المنطقة الثالثة القبائل بالتوفيق لجميع طلبة البكالوريا اللهم يجعلني نورا في قلبي ونورا في نظري ونورا في سمعي ونورا في لساني ونورا في بصري ونورا في بدني ونورا في روحي ونورا في وجهي ونورا في شعري اللهم يجعلني نورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد